من ضمن المشاكل اللي بيمر بيها المراهق ويمكن يكون أخطرها بسبب السوشيال ميديا هو هوس متابعة المشاهير والتأليد الأعمى لهم في كل حاجة يعني يتلاقي دايما البنات أو الشباب اللي بيتابعوا بلوجر ومشاهير معينين على السوشيال ميديا وبيحاولوا يقلدوهم في الشكل واللبس والوزن وكل حاجة ممكن يعملوا أي حاجة عشان يوصلوا لهدف ده حتى لو هيمنعوا أكل خالص أو يتابعوا عنظمة غذائية شديدة الخطولة للأسف ده بيعرضهم لأمراض كتير منها فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي أو غيرها من الاضطرابات اللي بتصيب المراهقين نردنا نتكلم بالتفصيل عن اضطرابات التخزية عند المراهقين ونشوف إزاي ممكن نتعامل معاها وده اللي نتكلم فيه مع ضفتنا الدكتورة مها خليفة استشاري التخزية العلاجية أهلا بك يا فاندر أهلا بك يا فاندر دكتور إيه هي الاضطرابات؟ إيه النوع الغريب من الاضطرابات ده؟ ومش غريب بس مش كل الناس عارفها ممكن حركتش رحي قولنا؟ هو طبعا إحنا عندنا فيه حاجة اسمها اضطرابات تناول الطعام أو اضطرابات الطعام فيه مجموعة كبيرة في الاضطرابات بتبقى موجودة من أشهرها اللي زي ما حضرتك ذكرت اللي هو فقدان الشهية العصبي والشرح العصبي اللي بنسميها أنوريكسيا نيرفوزا والبوليميا نيرفوزا السبب الحقيقي ليها إيه؟ لحد دلوقتي ما حدش عارف بالضبط ولكن وجدوا أنها بتبقى موجودة جدا في الناس اللي هي عندها مشاكل نفسية وعاطفية خصوصا في السن اللي هو السن الصغير لأنهم لسه شخصيتهم ما تكونتش وبيبقوا متأثرين جدا زي ما حضرتك ذكرت بالناس المشهورة ولما بيلاقوا حد مشهور بيعمل حاجة معينة فعايزين يقلدوا أو هم عايزين يدخلوا في سكة الشهرة عايزين يظهروا في التلفزين أو يطلعوا في أفلام أو يطلعوا يشتغلوا مادلز فبيبقوا أبسست قوي أو عايزين جدا شكل جسمهم بشكل معين يعني أنهم يبقوا رفيعين جدا أو يبقى تأسيمة الجسم شكلها حاجة معينة وحاسين أن لما جسمهم هيبقى بالشكل ده هم حينالوا الإعجاب ورضى المجتمع عليهم فبالتالي بيبتدوا من غير ما يحسوا أنهم يبقوا طول الوقت بيفكروا في شكل جسمهم وهي طبعا تبقى موجودة في البنات أكتر من الولاد يعني نقدر نقول عشر الواحد البنات أكتر بيتأثروا في بعض الأولاد بتجيلهم بس هي أكتر في البنات لأن البنت أو الست تبقى مهتمية جدا بشكلها عن الولاد صحيح دلوقتي إحنا في عصر البرد والميلز بيبقوا مهتمين بشكلهم بس مش زي البنات فهي تبقى قدام المراية جسمها معقول مش طخينة ممكن تبقى مليانة سنة صغيرة أو جسمها عادي بس هي شايفة نفسها في المراية زي الزمان لما كنا نروح الملاهي كده في المراية اللي بتخلي الواحد شكله طخين أوي كده فهي شايفة شكلها كده في المراية هي يعني مش شايفة النهر فيها لا هي شايفة أن جسمها وحش شايفة أن جسمها طخين فهي عايزة تخلص من الوزن المشكلة هنا فين طيب؟ نفسية؟ بتبقى أكترها نفسية بس إحنا كتير جدا لأن الأكل حاجة يعني علاقة حميمية بيبقى بيننا وبين الأكل أو هو من الحاجات البيسيك نيس فإحنا بنطلع دايما المشاكل النفسية عندنا في صورة تعاملنا مع الأكل فعشان كده حدثتك لاقي مثلا لما حد يكتائب يأما ما يكلش خالص يأما يكل كتير جدا صحيح فهو دايما فيه علاقة كده بين الحالة النفسية وإحنا بنعبر عنها بطريقتنا في الأكل فهي بالشكل ده هي شايفة مثلا أنها طخينة جدا وجسمها مش متزبط فهي عايزة تخليه حلو فبتعمل إيه؟ تبتدي بقى دمها حقها يعني لو افترضنا أن هي مثلا فعلا جسمها مش متناصق وهي حابة أن يكون شكلها أحسن حقها تعمل كده بس مش حقها تعمله بشكل غلط عشان خطر نفسها يعني مش إحنا بنفرض عليها الحق من عدمه يعني بالضبط عندك حق بس هي المشكلة أن في الأغلب هي جسمها ما بيبقاش مليان ولا زيادة يعني هي جسمها بيبقى في الوزن الطبيعي بس هي عندها إحساس لأ ده هو فلانة دي بصه الموسلة دي جسمها عامل زي وستهر فيع قد إيه؟ تفاصيل الدقيقة قوي كل الحاجات دي طبيعية وطبيعا أن احنا نهتم بشكلنا ونبعزين شكلنا أحلى بس هي الفكرة أن احنا بقى بقنا بنعمل الموضوع ده بطريقة مرضية طول الوقت تبص على جسمها وعملها تفكر في الوزن وعملها تفكر في شكله وبعدين تبتدي بقى تجذب يعني وهي قاعدة مثلا لما أمامتها ولا باباها كلتي آه كلت وهي تكون ما كلتش تبتدي تاخد أدوية تخصيص من اللي هي بتسمع عنها في التليفزيون أو في السوشيال ميديا ويجيب أدوية وتاخدها طبعا لها مخاطر صحية كتير زي إيه؟ لأن يعني ممكن تأثر على القلب لو بنتكلم على الأدوية ممكن تأثر على القلب وممكن على الضغط على الهرمونات بتاعتها لأن طبعا أغلب الأدوية غالبا اللي هي بتخصص بسرعة دي ما بتبقاش واخد FDA approval أو موافقة الـ FDA اللي هي مسؤولة غالبا الأدوية دي بتبقى جاية تهريب الأدوية اللي هي أدوية المتوافقة عليها من FDA وبتدبع في مصر هي أدوية معينة بتستخدم وطبعا يفضل أنها تبقى تحت إشراف طبيب عشان يقول لها الدوز FDA وتاخدها FDA والقصة دي كلها فطبعا بتعمل كل ده فيه منهم كمان بياخدوا أدوية تعمل لهم إسهال ملينات علشان أي حاجة يأكلوها مدرات للبول وتبتلت سقاط صفي المياة اللي في الجسم حاجة بالضبط فإحنا عندنا دلوقتي فيه نوعين اللي هو الفقدان الشاي العصبي دولة الناس دي ما بتاكلش وبتكذب في الأكل يعني تقول إن إحنا أكلنا وما بتاكلش لما يعودوا قدام الأكل يعودوا يقطعوا الأكل حتاة صغيرة ويعودوا مثلا بساعتين تلاتة قدام الأكل مش عايزين يأكلوا خالص التاني الشرح بقى العصبي اللي هو زي طبعا كانت أشهر مثال لي اللي هي Lady Diana أو Princess Diana كانت دايما عندها مشاكل في علاقتها بجوزها وكده فكانت تيجي بالليل تأكل كتير جدا 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 وبعدين تروح حتى أصباحها في بوقها ومرجع كل الأكل اللي كليته أو تاخد بقى أدوية أو كده فرغم إن جسمها كان حلو وهي شكلها حلو بس هي كان عندها مشاكل نفسية كتير مخليها فقدة ثقة في نفسها فبالتالي كانت بتلجأ للقصة دي طبعا الحاجات دي كلها بيبقى فيه بقى إيه أعراض بتباني يعني فيه حاجات بتباني على شكل الشخص اللي بيعمل كده أولا مثلا الناس دي غالبا بتعاني من الأنيميا لأن هم ما بيكلوش كويس أو اللي بيكلوا بيرجعوا كل الأكل فهم كأنهم ما كلوش في الآخر فبيعانهم الأنيميات وطبعا دي لها تأثير بقى أنهم دايما مجهدين وتعبنين ونلاقي سواد تحت العين البشرة بقى ما بتبقاش بتلمع وحلوة بتبتجي وبقى فيها جفاف طبعا من قلة السوير من كدر ما بيحطوا صباحهم فبقهم بنلاقي الحتة دي في الصوابع كلها بتبقى متعورة من الأسنان من الأسنان الأسنان كمان بتسوس طبعا لأن الحمض اللي كل شوية بيطلع ده في الأسنان بتسوس المينة بتتآكل بيبقى فيه التهاب في البقء وفي الحل الناس دي بتبتدي وبقى عندها ممكن حمودة عالية من كدر بقى ما هم مثلا وخصوصا في البوليميا دي من كدر ما هم بيرجعوا كده بيبتدي الغدد اللعبية اللي هنا بتكبر بيبقى عندهم التهاب فيها علشان طول الأكل الكتير ده بيخلي اللعب يطلع كتير فهم عندهم القصة دي بتحصل بكثرة فدي دي بتبقى حاجات موجودة أنا عايز أقوله حاليك إن أنا خفت بالوصف بس كده هو طبعا الوضع مخيف جدا ليه بقى؟ لأن كمان حضرتك بتشوف بنات فعلا حلوة شكلها حلو جدا فأنت بتبقى عايز أقوله أنت بتعملي في نفسك كده بالزبط كما تروحي الدكتور أسهل إساعدك يا أنا على الأقل فيه برضو للأسف هي كتير بيبقوا كده لأن دولا جايين من عيلة بتبقى العيلة دي شوية إما حازمة زيادة على لزوم قوي وكابتين عليهم ما فيش علاقة كده كويسة بين البنت وأهلها وبيتكلموا ما بيسمعوهاش فدي برضو من نوع اللي هي بتبقى مش لاقية نفسها فهي بتحاول تشوف نفسها بوسيلة هي بتعملها فدي بتبقى موجودة هي في مشاكل نفسية بينها وبين أهلها أو بينها وبين أصحابها أو كانت بتتعرض للتنمر أو تعرضت للتحرش الجنسي في وقت من الأوقات كل الحاجات دي نفسيا بتأثر عليها بتبقى شايفة أنها لا تستحق أنها الناس يعني بيبصولها نظرة دونية وهي لا تستحق أنها تبقى كويسة إلا بقى لما أتحس تبقى صارت جزء من الثقة بنفسها فتبتريت بشكل جدير بشكل جدير الفئلة عمرية الأكتر عرضة للمشكلة دي أنهي يا فنس في سن المراقل اللي هو مثلا 15-16 وانت طالع لحد أول العشرينات دي ممكن تبقى موجودة أكتر ممكن بقى فكرة البوليميا نلاقيها ستات في التلاتينات لما تكون ستة عندها اكتئاب عندها مشاكل بقى مثلا في العلاقات مثلا مع جوزها أو مع زميلاتها مع زملائها في شغلها ممكن الاكتئاب وكده يخليها تعمل حاجة زي كده طب لو حابين نذكر يعني بعض الأنظمة الغذائية الخطر اللي احنا بنحذر منها يعني كأمثلة بس كده سريعا يعني حارك ممكن تقولي إيه؟ أي نظام غذائي بيمنع العناصر الأساسية في الأكل خطر جدا أنا بسمع على أنظمة وناس غير متخصصة خاص لأن أكيد لو أي حد دكتور أو أي حد متخصص تغذية استحالة يقول لحد يعمل كده الأنظمة اللي هي بتعتمد على إن إيه؟ النهاردة هنأكل عنب في ناس كده بس حلاص كده النهاردة الأكل كله عنب والنهاردة فراولة والنهاردة كده نوع واحد مثلا أو نهاردة هنشرب مية بس وناخد مش طبعا الكلام ده كلام فارغ بكل المقاييس ده ممكن يعني أنا معلش يا فاند أنا وكلت عنب بس النهاردة هيحصل لي إيه؟ ما أنا مش فاهم يعني ما هو على أساس ما هو على أساس أنا بقى لما بامنع النشويات وبامنع البروتين وبامنع الدول أنا كده حخص هو طبعا أنا هخص لأن أنا مش بأكل بس هيحصل لي إيه كمان؟ هيحصل لي أن أنا لو مشيت بقى الأنظمة دي بشكل دائم أن أنا هيجي لي أنيميا أن أنا ما باخدش ما باخدش البروتين اللي جسمي عايزه عشان يعمل هرمونات ويعمل إنزيمات ويعمل كل ده ده هيأثر على عضلة القلب هيأثر على الصحة بشكل عام بقى طبعا طبعا هيأثر على العضلات هبقى ضعيف ومش قادر أتحرك والمشكلة بقى حضرتك الكبيرة جدا أن الناس بتعمل إيه؟ بتلجأ لنظام زي ده وهو very restrictive وغلط جدا ويخسوا وبعدين بعد كده بيرجعوا تاني يأكلوا غلط فيتخنوا التخن والخساسين الكتير ده بيخليهم يفقدوا جزء كبير جدا من العضلات بتاعتهم وده بيأثر عليهم بعد كده على صحاتهم فده لو إحنا بنتكلم in general يعني فطبعا البنات دي بتلجأ لنوعيات كده من الداي طيب هدي مثال على نفسي يعني هعتبروا حقيقي واحد صاحب يجي كده وقال لي بص أنا عبعت لك بقى على واتساب دلوقتي حتت نظام غزائي هيزبط لك الدنيا كلها واحد تاني رح بععت لي حاجة تانية وأنا خدت اللي اتنين وبعتهم لواحد تالت خالص الليلة دي هتودينا الفين عشان يعني بتحصل كتير وحضرتك أكيد عارفها آه طبعا يعني كل واحد يعني أنا بدخل في جروبات كتير بلاقي ناس حطوني فيها فلاقي بقى إيه الفاتي اللي هو إيه أحسن نظام تعمليه كذا أنت مش عارفة إيه كذا ليه أنا أصلا مشيت على النظام ده وخسيت بنت خلتي عملت النظام ده وبقت فضيعة هي هو أي نظام غزائي أنا كواحد مثلا مش عايزة أروح لحد متخصص وعايزة أخس مثلا أي نظام غزائي فيه كل العناصر الغزائية وبيخليني مثلا لو أنا بشتكي من أمراض معينة مثلا عندي الدهون عالية عندي أنيميا عندي السكري عالي ومحلل كده ومشيت على نظام غزائي فيه كل العناصر الغزائية باخد كفاية من البروتين ومن نشويات ومن الدهون وباخد معادن وفيتامينات وهأخد وهعالج الأمراض اللي عندي يعني أنا لو عندي نقصة حديد باخد حديد لو عندي نقصة فيتامين بي 12 باخد الحاجات دي باخد لها عليك وفي نفس الوقت أنا عمل تحليلي ومشيت على نظام فيه كل العناصر الغزائية جيت بعد 3 شهور عملت تحليل تانية لقيت نسب السكر اتحسنت لقيت نسب الدون اتحسنت أنا بقى بقى عندي طاقة كويسة جدا بشريتي حلوة ما تأثرتش يعني لأن اللي بيعمله كمان دايتس جامد قوي بتلاقي بقى الشعر وقع والبشرة بقت وحشة ومجهدين دايما فأنا لو لقيت إن أنا طاقة عندي كويسة وشكلي حلو وجسمي شكله كويس وكده وفي نفس الوقت الحالة الصحية اللي عندي تحسنت يبقى أنا كده ماشي صح حتى لو ما روحتش دكتور ما أنا ممكن أنزل أي حاجة من على الانترنت وأمشي بيها فهي هو دا المحكة عندي مش مجرد وزني هي الناس كلها بتبص بس على الميزان وده أخطر حاجة لأن الميزان دا واحد على مثلا عشرة من مقييس كتير قوي لازم نبص عليها لما نفكر إن احنا ننقص في الوزن لأن من ضمن المشاكل زي ما تكلمنا توقف نفسها وتبتدي بقى تلجأ لأنظمة غلط تأثر عليها بعدك طيب في بعض الأسر بتواجه المشكلة دي مع أبنائهم سواء ولد أو بنت لأ ومامتها قالت لها وهي مصممة وراحت من ورانا عملت مش عارة نزلت إيه من على الانترنت وبدأت تعمل أكل نفسها وده تعيب صحتها وهي مصممة هنا العلاج يبقى إيه هل نفسي هل يجبروهم هل يتفاهم معا تب التفاهم ما جابش نتيجة طب الحل هنا إيه هو بس يعني نقدر نقول الحل الوقاية من الأول يعني أنا دلوقتي عندي أولاد في البيت لازم أخلي علاقتهم بالأكل من صغرهم علاقة كويسة بمعنى أن أنا ما أجبرهمش أنهم يأكلوا الأكل مثلا لو أكل مش عاجبهم مش لازم ده ممكن أجيب له بديل تاني شابه يعني ما بيحبش السبانخ ممكن نكون ملوخية مثلا يعني إيه حاجة من نفس العيلة يحبها وحنشوف ده ويبقوا الولاد معايا في الأكل مش إيه أنت هتاكل ده يعني هتاكل ده دي أول حاجة إحنا لو قدرنا نعمل ده من الأول إحنا بصراحة عملنا حاجة هيلة لأن حنخلي المشاكل اللي هي زي المشاكل النفسية اللي بتيجي الترابط الطعام دي هتختفي بنسبة كبيرة جدا الحاجات اللي هي زي البدانة اللي هي بقت مصيبة كبيرة هتختفي بشكل كبير جدا طيب دلوقتي إحنا ما عملناش القصة دي من الأول وخلاص بقينا في المشكلة محتاجين جدا إن إحنا نكلم مع أولادنا يعني فكرة لا أو أنت الطريقة دي غلط وأنت حمارة وما بتفهميش أنت عمرك ما بتسمعي كلامي وأنت يا مامي مش بتفهمي وندخل بقى في خناقات وديبيتس وكده لأ نبتدي نقعد مع بعض كده بهدوء ونتكلم مع بعض يعني نتكلم نفتح قلبنا أنا بنتي دي والصداقة مش الإكبار زي زمانية بالضبط لازم نتكلم مع بعض طبعا الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة ممكن ما يجيبوش نتيجة بس مهم إن أنا بتدي أتكلم وأفتح قلبي لبنتي أو ابني ونقعد نتكلم وبعدين أنا لو شايفة فعلا أنا عندهم مشكلة أعرض عليهم إنهم ممكن يحتاج أبتدي أعرض حلول أي حلول عشان حسسسوا مع الآن أنا معاك وأنا باتفق معاك وها جماعة بس نمشي في الطريق الصح في الطريق الصح ممكن لو محتاجين مثلا وخصوصا في الناس اللي عندها اضطرابات الطعام الفكرة مش بس إن أنا ألجأ لطبيب تغذية الفكرة إن أنا هحتاج حد التغذية وهحتاج حد سايكولوجي أو سايكايترس لأن الناس دي عندها مشكلة نفسية فلازم نحل المشكلة النفسية هو دكتور التغذية هيساعدني ويديني الأكل اللي شكله وكويس ونشوف بقى المشاكل الصحية اللي حصلت لنا ويعالجها لكن لازم بالتوازي بتلي حسن نفسيتي وقدر تقبل الأمر عشان حتى أقدر نفسينا أكمل المشورة الصعبة اللي الدكتور التغذية قال عليه بالضبط لأن دي حاجة أساسية فكرة أعالج المشكلة النفسية اللي سببتلي ده أنا عايز أرحم حضرتك لجانب آخر بقى ألا وهو العكس الناس الرفيعة اللي عايزة تعمل عضلات وقفرمة الساحل بقى أكيد عدت على حضرتك ويبتلي بقى ياخد سابلمنت أو مكملات غذائية وهيرمونات وحاجات بقى مجهولة المصدر أساسا وما الكابتن في الجيم اللي هو تحت الجنب العمارة ده قال له بص ده دي انت مش عارف هتعمل فيك إيه ويروح الولد ويحس بنتاجك سريعة كمان في أوقات كتير القصة دي ايه مشاكلها مشاكلها فضيع لأن أحد يعني الكوتشز اللي كانوا في أحد الجيمات كان قال له ولد ان هو ياخد رامدول ده مخدرات بالضبط وشايف ان ديها تفيدوا ده احنا وصلنا ده حركز أبقاني كده أنا كنت فاكر ان احنا على نفس الليب لا هو فيه طبعا فيه مهازل كتير جدا وكل الولاد لأن غالبا ما بيأكلوش كويس وخصوصا الميلز بيهتم بقى ان يبقى عنده عضلات وكده مش وحش ان احنا ناخد حاجة زي مثلا الوي بروتين الحاجات اللي هي زي بس برضو بحساب فانتو هي الوي بروتين مفيش منها مشكلة كتكملة ان انا باكل صح يعني اي حاجة لازم اكلها صح يعني انا باكل بس ايه محتاج بروتين ازياد شوية فممكن اكمل ده من انا ااخد وي بروتين او ااخد حاجات امينو أسد نوعيات معينة ممكن اخد نوعي بقى طبعا عندنا ستيرويدز مقساة المقاسي اه ده بقى انواع كتير جدا حاجات غريبة اصميها غريبة ما هي الحاجات دي بقى مشكلتها فيه حاجات كتير ابتدى يتعامل عليها ترايلز ولقوا انها يعني بتحسن الحرق وبتحسن تكوين العضلات وكده ودي لسه عليها ابحاس ماشي اوكي ابتدى يعني ايه فيه ناس بس لسه ما تحسامش امرها بشكل كده انما طبعا الحاجات اللي عليها يعني مش علامة استفهام عليها بيج نو كبيرة اللي هي كل الستيرويدز لان هي المشكلة هي هتعمل له عضلات وعضلات كبيرة كل حاجة بس هي هتأثر عليه بعد كده ابسط حاجة هتأثر على القدرة الجنسية عنده وعلى القدرة الانجابية هم بقى مش واخدين بالهم خالص من الحاجات دي دلوقتي هو فرحان قوي بالعضلات اللي اتنافخت وخلاص بس طبعا تأثير مأساوي بعد كده للحاجات اللي هي بتلعب في الهرمونات بتاعته دي أخيرا أنا أعز نصيحة من حضرتك أو روشيتة سريعة يمكن ما لاش علاقة بالموضوع قوي بس روشيتة سريعة كده للأكلات اللي تخلي الشباب بتساعدهم على التركيز في المذاكرة التركيز بقى في أداءهم الجاية في الامتحانات يعني روشيتة حاجات كي يفطروا إيه يتغدوا إيه يتعشوا يشربوا إيه كل الوجبات لو نقدر يبقى فيها بروتين ده أساسي يعني مثلا لو حنفطر يبقى فيه بيض أو جبنة أو فول ده أساسي بلاش بقى الفطار اللي هو كرواسون ولا سندويتش زبدة ومربة كلام ده إيه ننسى يعني عايزين خليه في الأجازة آه ده خليه يعني إيه نايم مثلا كده فإحنا عايزين بيض ونعمل البيض بالطريقة اللي تعجبنا نعمله أملات ونحط زبدة نمو نستفيد من العنصر آه نستفيد ونحط بقى ونحط مشروم نحط باسترم نحط جبن نعملها واجب حلو ويبقى معنا دايما خضار ده أنا فاكرة حاركة تقول لهم حاجات بقى صعبة وابتالي مكتين دلعيهم ومعاها خضار بقى يعني خضار بقى اللي هو جرجير طماطم خاص وإحنا عنده دلوقتي في الشتاء الحاجات دي بتبقى حلو الغدى برضو نفس الفكرة حنأكل برضو رس وخضار وحنأكل لحمة أو فراخ أو بخليات حسب لو ناس مثلا في السيام دلوقتي الفكرة أن بس الطبق بتاعنا في الغدى يبقى دايما نص وخضار وربع نشويات وربع الحاجة الغنية بالبروتين يعني الخضار مثلا أيا كان سلطة أو خضار مطبوخ مثلا ممكن تبقى معلقتين تلاتة روز وجنبها بقى الحاجة اللي هي مثلا حتة فراخ حتة لحمة حتة سامة تضبط النسب مهم آه مهم يعني الشكل ده اللي هو نص وخضار وربع وربع ده أساسي عندنا في الوجبة اللي هي بتاعة الغدى والعشرة ده أكتر شكل صحي تقريبا ده هو ده الشكل الصحي اللي هو الكلام علي بالليل برضو عايزين ناكل بروتين محتاجين مثلا كباية زبادي الزبادي كويس جدا عشان بيحسن الهط محتاجين مثلا الموز بالليل حلو لأنه بيساعد عن النوم فإحنا لو خدنا كباية زبادي وخدنا موز ممكن ناخد حاجة زي توست مثلا أو ربع بلدي مثلا في حتة مثلا فراخ أو حاجة زي كده ومعها خص وجرجير وحاجات يعني خضار كده يبقى دي الواجبة متكاملة جدا بالليل وطبعا الفاكهة ناخد مثلا فاكهة هيتين أو تلات على مدار اليوم يعني؟ على مدار اليوم عندنا برتقان حلو جدا الفراولة هيلة والكالوريز بتاعتها قليلة ومليانة معنا عندنا الرمان عندنا فيه عينب بس ناخد منه كمية أقل عشان سكره عالي شوية طبعا أحسن مشروب ممكن ناخده هو المياه المياه؟ كم لتر مياه في اليوم؟ هو المفروض احنا بنقول صح 30 ميلي لكل كيلو جرام من الوزن يعني 71 كيلو حيحتاج 2 لتر مياه في اليوم اللي هي 8 كوباية ده المتوسط ده المتوسط فالميا على مدار اليوم حلو قوي ما بنحبش نشرب مياه زي ما هي ممكن نحط فيها نعناع حط فيها شراح برتقان لمون مش بقولك مدلعانة والله دكتور مدلع المهم ايه؟ نشرب مياه دكتورة مياه خليفة السيرت غزال علاجاء بشكر حراك جزيلا الشكرا فانديم على هذه الفقرة وعلى هذه المعلومات القيمة اوكي وانا بشكرا جدا شكرا بك من شهادين الكرام بشكركم طبعا على حسن المتابعة كده تكون انتهت فقرات حلقتكم النهاردة من برنامجكم طبور السواح نلتقي بكم غدا وحلقة جديدة